اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة جديد عاصمة ادارية فيها كل الخدمات فيها كل الاعمال التطور في التخطيط الطبيعي بالمسل المصر ان احنا بننمو شرقا وبالتالي كانت العاصمة في مكان يعني اعتبر مكان مميز جدا عندنا حوالي ستين كيلو من القناة السويس مشروع قومي عندنا في القناة السويس محور القناة السويس احد المشارات الكبرى في الدولة وتابعت ستين كيلو على القناة فالتالي مكان امتداد للقائرة وفي نفس الوقت لما نسحب هذي الناس دي كلها او الاعبال تطلع بره هنرجع تاني للقائرة نرجعها بقى العاصمة الثقافية ونرجعها لها الراون قتل فهنا بداية نفكر في العاصمة الإدارية طبعا العاصمة زي ما زكنا في الانفوغراف ده 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 انا اسفة حضرتك الكلام اللي بتقوله ده بيرد على ناس كتير تقولك وايه لازمتها نعمل عاصمة إدارية جديدة يعني طب احنا طول الوقت دمشتكي ان القاهرة اصبحت متكدسة وان احنا الشوارع والطرو وان المعالب حتى الجمالية تأثرت يعني حضرتك كلامك بيرد على الناس اللي بتقول طب وليه عاصمة إدارية جديدة بقول الحقيقة النهاردة الناس اللي جاية دي هتسكن فيه هتقعد فيه لازم نجد لها عشان كده النهاردة لما بنتكلم على المشروعات القوية ومدر الجديدة ما بنتكلمش بس على العاصمة الإدارية او العالمين احنا بنتكلم النهاردة كنسات الرئيس أصدر في خلال فترة الأخيرة حوالي 16-18 قرار جمهوري بانشاء مدر الجديدة في كل معمور مصر لان احنا الهدف ان احنا نزود المعمور القائم من 7% نوصل ل 14% مضاعفة هذا المعمور وهذا العمران فجاءت فكرة العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية نهاردة 100-700 الف فتان زي ما ذكرنا في العرض ولكن احنا بتاني المرحلة قولنا 40 الف فتان و40 الف فتان دي مساحة يعني مش قليلة الحمد لله النهاردة قطعنا يمكن فوق الـ 40-50% نهاردة أعمال كل الجهات اللي شغالة هناك 24 ساعة شغالية في الموقع احنا كوزارة اسكان لنا الكزامات هناك موجودة عندنا اثنين حيين سكنيين اللي هي كابتر ريزدنس والحي اللي حين سميه جاردن سيتي الجديدة عندنا النهاردة النهاردة أخضر عندنا منطقة مهمة جدا اللي هي منطقة الأعمال ودي هيبقى فيها إن شاء الله أعلى برج في أفريقيا ودي أول مرة هننتقل منقطع التشريد لإنشاء هذه النوعية من النطحات السحاب هنتكلم في النهاردة برج هيوصل لحوالي 90 دور 380 أو 385 متر مع مجبوع من الأبراج حوالي 20 برج برضو بتصل إلى 25 متر فدي نوعية جديدة واجه مصر واقطع التشريد لمنطقة جديدة خلص الحمد لله كل هذه الأعمال تحت الإنشاء حاليا الحي السكني الأولاني انتهى وإن كان حق اسماته وإحنا من فترة أعلننا عن وحدات وتم حجزها ونطرح وحدات جديدة الحي السكني الأخر اللي هي جاردن سيتي الشركات تشغال تحت الإنشاء حاليا شغالة كلها في المواقع في عندنا طبعا أكبر حديقة موجودة مركزية اللي هي اللي احنا بنسميها النهر الأخضر ده الحمد لله الشركات نزلت النهاردة وشغالة في التسويات وكلامنا كله فيعني الحمد لله يعني في إنجاز في العاصمة بشكل أخر وصل لغاية اي حجم الإنجاز وصل الحقيقة اللي أخدنا منطقة منطقة يمكن النهاردة الحي الحكومي تعدى 50% أو أكثر من 60% من التنفيذ النهاردة الحياة السكنية كلها قرابت فوق 60-70% قريبا حديقة احنا الدهاردة إن شاء الله عندنا تاريخ يعني بتوجيه من ستة رئيس إن احنا 30-26-20 حيبقى إن شاء الله وإحنا بأعتقد قبل هذا التاريخ حيبقى فيه سكان موجودين وعايشين ومستمتعين في العاصمة الإدارية يعني سنة ونص مش وقبلها حياتك هبتدو قبلها يمكن في نهاية 2019 أو الربع الأخيمة 2019 هتبتدي الحكومة تنتقل يعني أجزاءً على العاصمة الإدارية بحيث لما نوصل لهذا التاريخ هتبقى العاصمة شغالة في المرحلة الأولى بكل الأنشطة اللي فيها النهاردة فيها عندنا مدارس بتنشئ النهاردة فيها عندنا حوالي سبع جماعات تحت الإنشاء بينهم جمع يعني اللحة السنة دي فتحت فكل الخدمات التي الحمد لله كلها موجودة على الأرض واعتقد التاريخ ده حيث يكون فيه حياة متكاملة إن شاء الله الروح لازم يلاقي كل حاجة موجودة عنده كل الخدمات موجودة فدي الحمد لله دي أتعضى فيها شوت كبير جدا واعتقد معدلات تنفيذ لك يمكن شغالة 24 ساعة حضركم تشوفوا التقارير يعني يمكن قريبا جدا وروحنا بنفسنا حتى البنمجر راح من فترة عايزين نروح تاني نشوف بالضبط فالحمد لله يعني معدلات الانشاء لك يعني نمشى بخطة جيدة جدا يعني ممتاز طب هل نقدر نقول بشمونس خالد إنه العاصمة الإدارية يعني بتكلف يعني أو إنشاءها بيكلف الدولة عبء كبير فيما يخص الميزانية بتاعتها ولا تمن الأرض تم وضعه بشكل ورفع قيمتها بحيث إن هي تمول نفسها ذاتيا هي دا اللي حصل هو دا كانت البداية من أول يوم تم فكرة وضع الفكرة كانت وضع الفكرة إنها لا تحمل الدولة أي حاجة حقيقة النهاردة أي ميزانية للدولة دي برضو جزئة مهمة للي بيقول إيه لازمتها وبيقول إيه لازمتها عشان التكلفة يقدر يرجع النهاردة لميزانية الدولة مش هلاقي في بند في ميزانية الدولة بيقول أي مملك موجه للعاصمة الإدارية خالص دا مشروع يعتبر لها شركة الشركة النهاردة بتستثمر أصولها اللي هي الأراضي في بيع الأراضي ومن عن طريق بيع هذه الأراضي وعائد هذه الأموال اللي جاية من الأراضي بتعمل المرافق وبتعمل كل الحياة الحكومية والحاجة المناطق دي كلها وبيت المناطق الأخرى دي دا يعتبر زي مناطق السمانية بتبنى وتباع للمواطنين وبالتالي دا مشروع قائم بذاته الحمد لله يعني نهاردة هو بنا فوق سلاتين وشوية شغالين هناك ممكن تصرف أكثر من 150 مليار جنيه كلهم جايين من عوائد الشركة وليس للدولة لأي دخل فيها طب دا ممتاز يعني كلام الحكوم تقوله بيفنت كل هذه الأمور والحقيقة كمان بيبين لنا أنه في بعض الانتقادات ممكن أكيد في انتقادات لأمور كتيرة مش بكلم بس عن هذا المشروع لكن الانتقاد ورد أحياناً يكون حقيقي أو يكون في وجهة نظر تحترم ورد أحياناً لا لكن لما يبقى الانتقاد ملوش أي أساس أصلاً من الصحة بتعمله إيه بترده إزاي يعني لما يقولك ليه عاصمة إدرية جديدة ونحمل الدولة طب إذا كان الدولة مش متحملة أصلاً أي تكلفة لازم الحاجات دي ترد عليها بتردوا عليها إزاي بص يرد عليها حاجتين هذيك يرد عليها بالشغل حقيقة النهاردة أي حد يروح يزول العاصمة الإدرية يشوف حجم الأعمال حجم الوظائف اللي تم توفيرها في هذه المنطقة يعني النهاردة فيه النهاردة يمكن أعتقد نقترب ١٥٠٠٠٠ ألف مشتار في هذه الموقع ٢٤ ساعة كل هذه وظائف وبيوت مفتوحة ومصاريف فرص عمل حجم الإنشاءات الموجودة حاجت دي مش عمارة دي حاجت زي ما معروف القطاع عندنا بيجر وراء حوالي ٩٠ سراءة يعني النهاردة مصارع السراميك مصارع الحديد مصارع البوايب كل هذه المصارع ديشغاله في كل هذه المشاريعات القومية وبالتالي دا حجم استثثمارات مASH بس استثمارات حكومية دي استثمار قطاع الخاص créنى كل هذه المصارع الحاجر دي كلها دي من النقطاع الخاص ديكلها استثمارات بيوسواهُها في مصارعهم بيوسواهُوا في الإنتاج بتاعهم بيزودوا فرص لعمالة عندهم وبالتالي مع أحتامل كل يجر عحنا جزبتها على الارض Hobart الليفчит هنعمللا احنا موجودة على الارض في الشغل الموجود الحمدّو علي ما كان بيحصل في السابق ان حاجة الاساس نفسي كان من موجود دلوقتي النهاردة سترى اسم موجودش الموقع الا ما يكون خلاص يعني تم عدى مرحلة جيدة من الانشاء وبتري يبص عليه فالحمد الله يعني اي انتقادات احنا نحاول نوصلها ولكن برضو خلي ما لاحظك احنا نبص الانتقادات بين عين في انتقادات للانتقاد ودي طبعا احنا ما بنحاولش يعني نخش فيها في مهاترات او دادي ووقتي فيها ولكن في انتقادات ممكن تم قليها يعني منطلق بنبص عليها وبنبص على الشغل بتاعنا وبنحاول نحسن فيها او نعدي فيها وليها منطق لكن معناش اي وقت ان احنا نضيعه في ان احنا نرد على انتقادات بشكل معايم ما حدش طلب حتى يعني يعرف حتى المعلومة وبعدين يبتدي يقول اللي هو عايزه طيب دا فيما يخص العاصمة الادارية الجديدة وحياتك قلتنا ان شاء الله يعني قبل ان شاء الله كمان نهاية 2020 بإذن الله لا يكون فيه يعني ناس قدر تسكنوا دا طبعا او دي اخبار خينقول اخبار مهمة للناس طيب فرص العمل حيتكلمتنا عن الفرص اللي موجودة دلوقتي بالفعل في الانشاء بعد كده كمان يعني فرص العمل شكلها ايه اللي ممكن تكون موجودة في العاصمة بعد ما تنتهي بص عليك فرص عامة ايه يعني زي ما يحبوني احنا تعتبر مدينة جيدة فيها كل الانشطة نشطة التجارية وانشطة الإدارية والمدارس والجامعات كل دي حاجة دي وظائف يعني كل دي وظائف نظر كل الاماكن التجارية اللي موجودة دي فيها عاملين هيشتغلوا فيها نظر المدارس دي كلها سواء معلمين سواء الوظائف الإدارية كل دي وظائف جديدة الجامعات كل حاجة يعني دي مدينة فيها كل انواع الوظائف كلها شغال يعني على جول المستهاتة فيه منطقة اعمال منطقة بنوك كل دي دي وظائف جديدة سواء الناس هتنقلوا هناك او وظائف جديدة هيتم توفرها للعاملين طب احنا بنسمع انه العاصمة الإدارية الجديدة هتكون مدينة ذكية او من مدن الجيل الرابع وطبعا مش لوحدها ده يعني القائمة مستمرة عاصمة الإدارية الجديدة العالمين الجديدة غرب إينا غرب أسيو يعني القائمة تستمر ومنحقش نحن نخلصها يعني ايه مدن ذكية او مدن جيل الرابع مدن جيل الرابع دي اللي احنا عمدينها في حقيقة المجتمعات تم انشاء المدن على فترات زمنية احنا كنا اخر حاجة الجيل التابت ودي جيل الرابع جيل الرابع احنا بنقصد به النهاردة المدن اللي هي تم صدرت بها قهارات جمهورية في الفترة الأخيرة وفي نفس الوقت اول مرة هيبتدي هذه المدن هتدار إدارة ذكية بمعنى ان هيبقى فيه زي مركز تحكم للمدينة بالكامل بيتحكم فيه جميع المرافق بيتحكم فيه الأمن بيتحكم فيه المواصلات الموجودة في هذه المدينة بيتحكم في كل حاجة بالكامل في شاشات عبارة الحمد لله احنا يعني شفنا التجانب الدول الأخرى طرحنا كلام ده كله النهاردة النهاردة بل حاجات اللي موجودة في العاصمة والأنفاء اول مرة هيبقى فيه المرافق داخل أنفاء موجودة مش بس بتحفر هو ده المدن الزكي المدن الزكي إدارة للمدينة لمرافق المدينة بأسلوب زكي بمعنى النهاردة حاليك مثلا في أوقات مناطق هتبقى الإضاءة محتاجة فيش حد بيستخدمها الإضاءة هتطفي بالليل مش موجودة النهاردة المرافق لما بيحصل أي عطلة أو أي مشكلة في مصورة أو في أي حاجة بيتم التدخل سريعا الأمن النهاردة هتلاقي حاليك كاميرات موجودة في كل حتة في تصوير في كل حاجة النقل بيتابع بشكل يعني على تريق الشاشات والحاجات دي كلها هو ده المقصود بي الخدمات بتقدم المواطنين المواطن نفسه النهاردة هيبقى كل الحاجات عنده زي بيسميها الليل سمارت حتى العدادات الكهرباء المية الحاجات دي كلها دي كلها عدادات الليل زكية هيوصل لمرحلة يبقى عنده أبليكيشنز يقدر يخاطب بيها جهة الإدارة وتقدر على أود جيل وسائل مخصوصة النهاردة هنقدر نتحكم لو في مشكلة عند ساكن واحد مبادر شرطة القرارة عن ساكن واحد واسيب لو حتى عدم السداد كل دي منظومة الإدارة الموجودة في العالم كل الحمد لله دي دي تكنولوجيا متقدمة جدا أعتقد أن هي منظور جديد علينا وتكلفتها بقدر مش قليلة ودي احنا حطينه في حساباتنا وعرفينه من أول يوم وشغالين عليه الحمد لله وأيضا حيتغطى ذاتيا من خلال العاصمة كله حيتغطي كله من العاصمة من شركة الإدارة والحمد لله احنا النهاردة ايش بقول لحيك حاجة لا قصة موجودة للتوريات الأجهزة اللي هي التحكم والحاجة دي كلها الحمد لله خلصت لسه من فترة قريبة وقسلت لها لإحدى الشركات الأجنبية فيعني كل دا حديك شغال يعني في فقط واحد مع بعضه متوازية هاي خلينا بقى نروح لمدينة العالمين الجديدة كمان خلينا نشوف الانفو جراف ده الخاص بمدينة العالمين ونرجع لناقش المهندس خالد عباس فيه نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية يرد على كل ما يخص هذه المشروعات لكن نشوف الانفو جراف الخاص بمدينة العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ارقام واضحة ومحددة تخطيط دقيق بس خلينا نقول للناس برضو مدينة العالمين الجديدة ايه هي وليه ايضا يعني تم اختيار انه دا يكون احد المشاريع القومية للدولة دلوقتي خلي ما حاجة دي مدينة العالمين تعتبر اول مدينة ساحلية عندنا مخططة من اول يوم يعني اسكندرية بتوسعتها والحاجات دي كلها يمكن بعد اوقات ما كانتش فيها تخطيط اسكندرية النهاردة خلاص بقت مختصة زي زي القيرة فجاءت العالمين الجديدة انها تبقى زي امتداد او زي يقولوا فقال اسكندرية والعالمين الجديدة طبعا المكان ساحر حضرت كل مراحش يزال مكان لازم يحيشوفه وجهة على البحر حوالي 14 كيلو تقريبا نفس الوجهة بتاعة اسكندرية احنا المستهدفين منها تبقى مدينة ساحلية سياحية بالدرجة الاولى انها هتبقى زي بره لان المكان هناك احلى من مدن كتيرة على البحر المتوسط في كل حاجة في الجو في الميت البحر في الشاطئ نفسه وان شاء الله هتبقى في الخدمات وبالتالي احنا مستهدفين دي هتبقى زي بيقولوا مقصد سياحي نستيشن ده في الاساس للمنطقة دي اخيبا حاجة الساحل كله بيتعامل في العام كله شهر او شهرين نهاردة هنتكلم مدينة هتشتغل طول العام نهاردة عندنا فيها جامعات في جامعتين تحت الانشاء النهاردة ثانيا واحد يبقى مدينة العالمين لان احنا عادة الساحل الشبالي دي احنا ما بنستخدمه شهرين ثلاثة يعني حسب بقى الاجازات وده كان الانتقاد الرئيسي ان احنا بنضع اموال طائلة حتى ولو لم يكن الدولة لكن يعني القرى اللي بتنشأ هناك باموال طائلة والناس اللي بتاخد هناك اماكن باموال طائلة وفي الاخر من بيستغلوها شهرين ثلاثة في السنة حضرتك بتقول لي انه مدينة العالمين الجديدة هتبقى شغالة طول السنة وقابلة انه الناس تروح في اي وقت او حتى تقيم وتظل هناك مستحق الناس اللي بتعافوش الجو في العالمين هايل طبقا الاهل الاسكندرية والحاجات دي كلها الجو بقى في 33 يوم شو ما بدي حاجات بالضبط 33 يوم لو ما بساموه من نواة هو ده اللي الجو اللي ممكن في مطر او حاجات بقيت السنة بنكلف 10 أو 11 سنة جو جايد جدا والنهارده نذا العالبين عشان تشتغل لازمark فيها كل الخدمات احنا ابتدنا بالجماعات النهارده فيها جماعتين تحت الإنشاء إن شاء الله في الصف يعني الصف سيزن الجاهزين بيقوله في التعليم هيكون حيكون igبارات دي شغالة او الموضوعى اربع كليات في كل واحدة إن شاء الله ابتداء من امتى اللي هو السبتمبر اللي جاي إن شاء الله الس Ta va اربع جماعات غ لها أربع يعني جمعتين كل جمعة فيها أربع كليات شغالية يعني عندنا بين ستة كليات إلى تمن كليات هيكونوا إن شاء الله شغالين في الصفل الصفل قادر طبعاً ده الحد ذاته ده أول حاجة الجزء التاني زي أبوال لحظة إحنا النهاردة الجو عندنا هايل إحنا نبتدي بالمناطق السياحية كلها الفنادق عظينا إحنا في خلال ثلاث سين نبني حوالي عشر تلاف غرفة فندقية عشان ده مقصد سياحي عندنا مطار موجود قريب ودي الحقيقة حاجة إحنا محتاجين هناك نبقى فيه فنادق على مستوى جيد بزرطة بزرطة بنوفر كل الخدمات خلينا الحاجة الناس برضو ممكن مدقاش عايزة تقعد في الساحل في فترة الشتاء أو في أوقات أخرى غير الصيف عشان بس ما فيش خدمات موجودة نهاردة كل خدمات موجودة من خدمات الطبية هتكون موجودة الخدمات التجارية المدارس هتكون موجودة السكن موجود فعني دي هتبقى مدينة واعتقد دي هتخلي الساحل كله يعني يشتغل أغلبية العام لأنه نهاردة لما تلاقي حاجة فيه خدمات موجودة في أي وقت تدار يطلعي تروحي بيتك سواء في العالمين أو في الساحل فيه خدمات موجودة فيه أماكن تداري تكلفية لو فيه عندنا حاجة كولاد داخلين في الجامعة هناك في كامبس للجامعة طلبة الجامعة أنت يعرفها في أي حتة في العالم الجامعة هي دي لازم فيه مدينة جامعية مدينة الطلبة يداريه كيمة فيها وهم دي بعملوا الحياة في المدينة وفيه بالعكس في مدن مرة بتدري على جامعة يعني هي المدينة كلها عبارة عن الجامعة فقط فالحمد لله احنا من أول يوم بتخطط لها عشان كامل دي أول مدينة ساحلية تخطط لها ومدرسة طبعا مدارس بمدرس واحدة احنا نتكلف في خفصية الفدان ففيه مدارس شغلات يعني مرحلة أولى حوالي بين 8-10-1000 فدان دي متوفر فيها كل الخدمات وطبعا أول مرة هبقى فيه أبراج عندنا منتقى 40 دور على البحر على طول منظر غلاب يعني احنا نهاردة كنا لسه في الزيارة مع دولة رئيس الوزراء كنا في الدور الـ 11 أو الـ 12 يعني منظر من فوق حاجة يعني طبعا منظر يعني غير طبيعي مع كل الخدمات موجودة أول مرة هبقى عندنا كورنيش بكامل الساحل كله حوالي عرض 25 متر في حارة للعجل في حارة للجري في أماكن للناس تقعد بالليل وتخرج وتتمشى في زي الكيوسكس اللي هي بتاعت المشروعات والمشروعات بالليل الناس تخرج فبقى ده يعني دي موجودة الهدف من موجود مدينة كاملة متكاملة بكل احتياجات الناس اللي موجودة فيها وبكل خدماتها في هذا الموقع وفي هذا المكان يعني ايه اللي خلانا أو خلال الدولة تفكر ان احنا محتاجين هنا المشروعات بص حيك زي وانت حيك احنا في البداية احنا كنا مدينة حاطين مخطط استراتيجي للتنمال العمرية على مستوى مصر كله مطمى العرض على سات الرئيس وانا فين الاماكن اللي تصلح فيها الحياة في المستقبل لنا زرًا سنينة سكانية احنا في سبق من يسبق من النهاردة الحمد لله احنا اعتقد الدولة في المقدمة يمكن النهاردة كان زمان المناطق العشوائية في ازدياد دايما عشان احنا الدولة مش ملحة النهاردة احتل الحمد لله يمكن في اخر سنتين تلاتة مسمعناش ان فيه منطقة عشوائي جيجية تلات بالعكس احنا كل ازيل المناطق العشوائية وتم تطورها الحمد لله النهاردة ما فيش فزي بقول لحيك احنا كنا محددين من اول يوم فين المناطق وكل المدن اللي تلعت دي دي مناطق متحدد فيها ان هيبقى فيها تنمية ممكن زي ما الانفروغراف قال احنا السحر الشمالي كله بالكامل نترجة نوع بين 20 و 30 مليون نسبة كمان 30 سنة هيبقى فيه لك مصانع في منطقة صناعية كبيرة في النيت العالمين عندنا برضو بعض المطوريين الصناعين نزلوا تلوا يشتغلوا على الارض عشان المصانع فهيبقى كل المصاببات فديها هيبقى برضو احد الاماكن اللي هي احنا ننتظرين فيها حجم من المغطرين عايشين فيها في المستقبل الكبير طب كلمني عن بشمهندس خالد عن فرص العمل كمان اللي بيوفرها هذا المشروع مشروع العالمين او مدينة العالمين الجديدة وبرضو الشركات والتعاون طبعا يعني ما بين الوزارة وازاي بيتم اختيار الشركات العاملة في هذا المشروع بص حقيقة احنا طبعا يعني لو جدوا على العمال ازاي بقول الحقيقة يعني العمال المباشرة احنا دايب نقول لكل يعني لكل واحدة سكنية الديني بباليها فرص عمل مباشرة وتلتها غير مباشرة احنا نتكلم فاربع فرص عمل برضو نفس الحكاية في العالمين النهاردة فيما يقلب من مئة الف واحد شغالين مباشرين في الموقع غير اللي زي ما قلت اللي هي الفرص الاخرى اللي موجودة في المصانع والاماكن الاخرى والخدمات المعاودة اللي بيقدموا خليوا لك موقع الانشاء عندنا اللي مراحش في الموقع الموقع بس مش البنيين والحاجات دي كلها ده في خدمات تانية في واحد عمل بسيط بيعمل شاي دي واصيف واحد قاعد لا بصدر رزق لي في حد بيعمل أكل بيوزع بيبيع أكل للناس كل دي فرص عمل اللي احنا نسميها غير مباشرة ليش بس الانشاء والحاجات دي كلها فدي كلها حاجات يعني نهارنا الحمد لله في القطاع عامنا اعتقد في اخر سنة تنتهى لو دخلنا في مشروعاتنا كلها سواء في الاسكان او المدن الجديدة او المرافق او التطوير العشوائات اعتقد ما من إليش من 2.6 مليون يعني مواطن او يعني عامل شغالين في هذه فرص العمل اللي هي توفرت من خلال مشروعات القومية في الفترة الاخيرة طيب ومراحل يعني انجاز هذا المشروع حتى بتقولي انه على سبتمبر هيبقى في جامعات مثلا شغالة وبالتالي ايه تاني هيكون جاهز في المشروع بس حقيقي النهاردة الحمد لله احنا ندينا وحادات سكنية خلصت خلاص بالكامل ويتامل متشطبة وهيتامل اعلان عنها قريبا جدا للمواطنين والاسعار هتكون يعني بس حقيقي خليقي نتكلم على اي مدينة احنا نسميها ده يعني زي قواش واحدة فيها كل الانواع فيها كل الاسعار فيها عندنا اسكان اجتماعي فيها اسكان مبيز فيها اسكان اجتماعي واسكان ومبيز سكنين فيها فعندنا اسكان اجتماعي عندنا اسكان متوسط عندنا اسكان اللي هو بتسميه الفاخر او اللي هي الابرود مثل ما حيك شفتها فعندنا ذي الله تلازل المدينة تبقى كلها نسيج واحد مش هالف اقول دي مدينة بتاعت اغنية او دي مدينة بتاعت متوسط دي لا المدينة من اول يوم بتبقى مخطط لقيها والسكن كله هتلاقي كله مع بعض ومش بسلا ديف منطقة دي فانتقة ده كله موجود اه في بعض الموقات بتبقى مويزة هي دي اللي بخليها مثلا اسكان الفاخر ولكن الماء كله بيبقى نسيج واحد مع بعضه بكل الخدمات اللي موجودة فيها وهتعلنوا عنها اريب اريب بدا لها فيها اعلان عن وحدات اسكان متميز اللي يعني اسكان اجتماعي متميز وفيه عندنا وحدات اللي هي المتوسطة وكنا احنا اعلانها من فترة على حجز فيها والابراج السكنية اللي هي على موشرة على البحر على طول دي كنا اعلانها في الصف اللي خات ممتاز وامتى تنتهي تماما يعني او ينتهي انشاء العالمين كديم بص حقيقي انشاء العالمين احنا نتكلف خمسية الف الدان طبعا ان دي هتاخد لها فترة لكن احنا نلاتش غريف المرحلة الاولى حوالي 8000 فدان برضو ان شاء الله يعني برضو نفس الفكرة هي كم مرحلة؟ احنا عندنا حوالي 4 مراحل مرحلة حوالي 8000 و 9000 فدان ان شاء الله 36 يعني احنا منحاول ان شاء الله الصف الجاي هيبقى فيه حاجات جاهزة الوحدة احنا خلصناها تبقى متوفرة للناس ممكن تصيب فيها السنة الجاية ان شاء الله ولكن من بعد الصف اللي بعده او 36 ان شاء الله 2020 هاتبى الحياة ايما هيبقى عندنا الجامعة عشناها نتخلص الحمد لله بكلياتها عندنا اماكن المطاعم وكل الخدمات التجارية هاتبقى موجودة في اماكن الادارية مبدأ جهاز المدينة عندنا منطقة يعني قريبا جدا من اول جامع كبير موجود في المنطقة اللي هناك عندنا مدينة اسمها من نسميها مدينة تراثية اللي هي حاجة الاسطال القديم شوية اللي الناس بقى بتخش بتشوف المحلات والاسواق والحاجات كلها فمنحاول ننوع في كل الانواع اللي هي الانشطة اللي موجودة بحيث انها بقى يعني كل الخدمات متكاملة ان شاء الله ان شاء الله طيب ده فيما يخص العالمين الجديدة طيب وحريطة قلتني طبعا اتكلمنا عن فرص العمل قد ايه هي يعني فيها ان شاء الله فرص عمل كتير عايز اتكلم او انتقل الاسكان الاجتماعي وهو الحقيقة من المشروعات القومية الناس كتير يعني احنا لما منتكلم في الموضوع ده هنا في البرنارية قد ايه الناس مهتمة به وعندها اسئلة كتير وقد ايه الناس بالنسبة لها اصبح ده متنفس يعني وفرصة انه يعيشوا في اماكن تحترم ادميتهم ويبقى بيوت حقيقي متشطة حلوة جدا ومستوها كويس وفي نفس الوقت بترعي ظروفهم الاجتماعية والمادية عايز اتكلم او قبل ما نتكلم طبعا عن هذا المشروع الاسكان الاجتماعي ايه لغاية النهاردة ومستمر كمان لغاية امتى خلينا نشوف الانفو جراف ده كمان عن الاسكان الاجتماعي والجهود المستمرة من الدولة في هذا القطاع المهم قطاع الاسكان خلينا نشوف موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى طيب دي ايضا بعض الارقام والمعلومات المهمة الخاصة بالاسكان هذا المشروع طبعا القومي المهم الاسكان الاجتماعي مهانس خالد عايز اتكلم برضو عن الفلسفة وراء اهتمام الدولة واهتمام الرئيس شخصيا بمشروع الاسكان الاجتماعي طب خلينا بسا حقيقة اقول لحقيقة في الاول ده احد المشروعات اللي كان الانتقاد عليها في الاول غير طبيعي يعني ببطير الاول مع سيادة الرئيس طب وجهة النظر كات ايه في الوزن بنا اقول لحقيقة لما جاء نعلن ان احنا هنعمل مشروع اسكان اجتماعي مليون واحدة سكنية الناس كلها هجمت وقالت ازاي انتو بتتكلموا في مليون واحدة بتحكوا عن الناس يعني كلام يعني اللحظك والكلام في البداية كان عن مليون مليون واحدة سكنية فطبعا الناس كانت يعني هجبنا بشكل يعني بتاعه هجبنا من منظور ايه انو مش هتقدروا يعني اه الدولة كانت ساعتها برضو انت عارفة التغييرات السياسية والحال الاقتصاديا يعني ازاي تعملوا بمليون واحدة انتو بتحكوا عن الناس لهم اي كلام بتاعها وده اللي كتبوله حجب الشغل النهاردة الحمدول اولاد نهاردة واحد ببقى سعيد انا قلت من الفريق المشارك بداية من الاسكان الاجتماعي ان ببقى سعيد الناس كلها النهاردة شايفها المشروع دوت المشروع بقى حقيقي الناس كلها يعني حجب الناس اللي طلب عليه النهاردة ممكن اخر اعلان تقدم لنا فوق 300 ألف وواحد تقدم لنا عاشد تقدم لنا فوق 300 ألف وواحد فده ده ابسط مثال لرد على اي انتخاذ كان يتقال في اي وقت لو حاجبت الكلمة ليه احنا كوزارة اسكان طلبنا كان يكون في الدستور موجود في مادة ان السكن الملائم حق لكل مواطن وبالتالي كان لازم النهاردة نوفر المواطن المواطن النهاردة سواء بأي مستوى دخل محدود دخل او متوسط او بتاع لازم يتوفر له سكن اللائق في جزء الدول اللي بتتحمله لو مستوى الدخل مش كبير والجزء التاني بيبقى المواطن هو اللي بيتحمله وبالتالي كان دور الدول لازم تخش تنشئ احنا كان عندنا عجز كبير جدا في الوحدات السكنية اللي النوعية من الاسكان اللي هي محدود الدخل النهاردة طورنا كان فيه مشروعات سابقة لمحدود الدخل ولكن كان حجم الوحدة صغير قطين احنا النهاردة كان سادة رايز بيتكلم ان احنا عادتنا وتقاليدنا ان البلاد بيقوا في قوضة والبنات في قوضة فما ينفعش فاحنا طورنا يعني عملنا مشروع جديد اللي هو الاسكان الاجتماعي تلت غرق فصالة تسعين تسعيمة شقة متشطبة على اعلى مستوى يعني طبعا مناطق احنا بنقول في المدر الجيدة بيبقى عندنا اتاحة للاراضي وبالتالي حيث زي بتشوف اللي افتاحات اللي بتحصل بيبقى باللندسكيب بالخدمات كلها موجودة بكل حاجة كأنه يعني كومباول يعني او يعني زي بيقوله بنتاج على ما لهش علاقة المواطن اللي هيسكن فيه مين جودة الحياة دي حق لكل مواطن في المحافظات دي ممكن عشان المساحات قداش متاحة لكن نفس الوحدة السكنية بنفس التشروطة الموجودة ولكن من اعتمد على الخدمات اللي موجودة في المنطقة اللي هي القديمة فطبعا دي الوحدة الحمد لله النهاردة احنا في مراحل انشاء يمكن فوق ال 6900 ألف وحدة خلصنا حوالي 330 ألف وحدة النهاردة ساكن استلم وحدات او يعني خلصوا التخصيص والحاجات دي كلها كسرنا يمكن 230-240 ألف وحدة خاليك نبو 100 ألف وحدة خاليك تربي في متواصل من 4 إلى 5 فخاليك بتتكلمي في مليون وربع مليون ونص مواطن النهاردة يتملكوا 21 في حياة زي ما حيك شايفها الصور اللي بتيه في الحاجات دي كلها طبعا احنا مستهدفين ان شاء الله ان احنا في خلال السنة اللي جاية هنكون خلصنا كان 150 أو 200 واحدة جاري الطرح اللي بعد الإعلان العاشر وشوفنا العدد انك احنا كنا أعلننا عن 60 ألف احنا جلنا انك فوق الدفع مقدمات لغد نهضة فوق 220 ألف واحد وحجم الأقبال كمان كبير من المواطنين فلسه بنقدس لوقتي ازاي ان احنا نقدر نستوعب هذه الناس دي كلها بعد نشوف انهم مستحقين او غير مستحقين وبالتالي يعني ده مشروع قومي ومشروع دائم كنا احنا كنا مدين بعدد معين ولكن اتطورت الفكرة النهاردة تم إنشاء صندوق صدر الاول مرة يصدر قانون للسكان الاجتماعي فيه صندوق النهاردة بتولى وبالتالي ده المشروع بس مش نبني واحدة والمشروع هيقف لا ده تول ما فيه طلب لهذه النوعية من الوحادات السكنية هيفضل هذا المشروع قائم لإلى يعني مدى العمل حد ما ينتهي نقول احنا مش محتاجين خلاص هذه النوعية فبالتالي احنا كنا مدينة زي ما نقول بمليون نهاردة هنوصل لكام يعني لسه طول ما فيه طلب طول ما احنا بنلب الطلب تمام يعني طول ما فيه طلب طول ما الاسكان الاجتماعي مستمر مش محدود مش محتوط له عفوا مدى زمني انه ينتهي سنة كذا ده مشروع مستمر طول ما فيه ناس محتاجه بالضبط لكن المدى الزمني بالنسبة لنا اللي هي التزاماتنا قدام السادة الرئيس وقدام المواطنين احنا نسلم فوقت احنا الحمد لله النهاردة مشروعاتنا كلها بتنفذ من 12 ل 14 شهر من اليوم تطرح المقولين النهاردة خلاص كان في الاول مش بسدقين دلوقتي الحمد لله المقولين نفسهم بيلتزم معنا بالتواريخ وبالتالي زي ابونا حيك ده مشروع تداري حيك تقولي مشروع دايناميك يعني اولا نهاردة ممكن اقولي حيك النهاردة فيه سوعمائة الف وحدة بكرة الصبح لما فيه طرح جديد فبقى سوعمائة وخمسين سلمنا تنتيء يعني العداد رايحة وجاية لكن احنا عندنا هدف وصلين والحمد لله ومن شغالين عليه ممتاز طيب لانه الوقت قراب ينتهينا عايز اتكلم برضو عن فكرة استحداث وتوفير بقى اسكان كمان للمصريين اللي موجودين في الخارج وتصدير العقار كلمني عن الفكرة دي يعني وإيه اللي خلانا نفكر رايحة نتجه في الاتجاه ده خلينا هم موضوعين بالنسبة للمصريين في الخارج ده كان بنامج احنا ابتدناها كان فيه ان احنا طبعا فيه اهلي ده اللي عايشين برة مايجيش وقت يخش مع وزارة الاسكان في الطرحة بتاعنا الحاجة دي كلها بقى شطور فمتسبح فاحنا عملنا بنامج مخصوص ليهم اه بنامج على احدى اعلى مستوى ما اعتقدش حد معمول في العالم ان هو بيتعامل مع الكمبيوتر ما بتعاملش مع اي اي مواطن بحيث ان احنا بنترح الوحدات على الموقع هو بيخش يحجز ويحاول الفلوس بتاعته بالدولار لليه البنك المركزي عندنا وبالتالي الفايدة عايدة على تين هو بيختار الواحدة بتاعته واحنا كدولة بناستفيد من العائد اللي هي الدولارية اللي موجودة انا كان بنامج احنا وصلنا النهاردة لستة مراحل المرحلة الستة جالي تخصيصها دلوقتي كنت راحنا حوالي تلاتاشا ألف قطع ارض الحمد لله كلهم اتحجزوا بالكامل اه حضر راحنا وحدات سكنية في دار مصر في بعض الواحدات في مدينتي في مدينة الرحاب اللي هي بتملوكها الوزارة الحمد لله تغطوا كلهم بالكامل واذا بقول لحيك ده ده مرحلة الستة يعني احنا شغالين كلها بنخلص مرحلة بنفتح مرحلة جيدة بالنسبة لتصديق العقار تصديق العقار النهاردة احنا شوفنا كل الدول ودراسنا الدول اللي حوالينا احد المصادر الدخل العملة الاجنبية ليهم ان هما بيدوا بيسمحوا للاجانب ان هما يتملكوا وحدات سكنية مقابل اقامة ودي طبعا كان حاجة جديدة عندنا الحمد لله كان فيه التوجه اشتغلنا مع بنك المركزي اشتغلنا وصادر التعليمات خلاص الحمد لله الاسبوع اللي فات ان احنا بنطيح الاقامة للاجانب على قد تمني الوحدة اللي هو بيشتبيها لو اشترى واحدة مئة الف دلار بياخد سنة اقامة وتجدد ترمة الواحدة حائزة على الواحدة لو متين الف دلار بياخد ثلاث سنين وبرد درس العقاية وده نظر موجود في دول بره يعني كتير هيا حيك احنا لسه مزالة مصر في القطاع عندنا وقطاع سعر المتر لسه بغري جدا فيه الناس كتيرها بتحب تمضي وقتها هنا فبالتالي احنا يعني مستهدفين ان احنا في تصديل عقار ارقام يعني ان شاء الله تبقى جيدة في خيال الساعتين تدى اللي جايين احنا بتالي نطلع بره في معارض بنسوأ سواء احنا المطورين العقارين بنطلع بره في معارض في مؤتمرات عشان نعلن كل هذه الاجراءات وبالتالي المتوقعين يعني ان شاء الله في الفترة اللي جاية نلاقش بعض الاقبال من الاجانب ان هم حابين يجو مصر سواء في الشواء دي او في سكن هم زي في البحر اللحمر انت عارف في دول كتير قوي حابين البحر اللحمر وحابين شرم الشيخ وحابين يتملكوا حدد دي فهلا ان شاء الله نتوجه انا بشكرك شكرا جزيلا مهانت خالد عباس نائب وزير الاسكان لمتابعة المشروعات القومية شرفتنا ونورتنا والحقيقة كان مهم ان احنا نسمع يعني او ناخد نبذة عن هذه المشروعات وانا عارف ان لسه فيه مشروعات كتير فان شاء الله يبقلنا فرص تانية باذن الله حيث تشرفنا فيها شكرا لحضر دك يا فنم بشكركم شكرا جزيلا واشوفكم في مواجهة جديدة الى اللقاء